بقى زي ما كنت بتكلم مع زمالي بقى احنا بنقول اصل الشتاء ودخل علينا وعمل وسوى فما بالنا باهلنا اللي في قطاع غزة او في فلسطين بشكل عام الطوابير طوابير ايه دي جحافل بالالاف من اهلنا الفلسطينيين بينزحوا خارج مناطقهم السكنية وما تفهمش هو ايه اللي بيحصل في العالم يعني ايه هو العالم منتظر ايه عشان يحصل تدخل حقيقي وملموس يوقف الكيان الصهيوني المحتلة عند حده هل احنا مثلا بنطالب العالم بانه يوجه ضربة للكيان الصهيوني اطلاقا ده احنا بنطالب بالامور العادية الطبيعية الانسانية الا وهي وقف اطلاق النار ولو على سبيل الهدنة بس يعني احنا ما بنقولش ازياد من كده وقفوا على سبيل الهدنة خلوا الناس على رأيي اما كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات مع احد ضيوفنا الكرام عبر الهاتف بدنا نعيش عايزين نعيش نلتقط الانفاس بس شوية وبعد كده كملوا ضرب تاني انت متصور هلين في فلسطين وصلوا الفين وقفوا ضرب شوية وبعدين كملوا تاني يعني وصلوا للمرحلة دي طيب تقعد تفكر يا ترى هل ترى هل المسألة متعلقة بانه الكيان الصهيوني عنده حالة من حالات النهم والجوع الى اراقة الدم الى هذا الحد بالقاطع لا لكن المستغرب دائما هو المجتمع الدولي مش الكيان المحتل اللي ده كيان محتل غاصب غاشم متوحش عنصري بالمناسبة الى اخره وطائفي وكل حاجة ممكن تيجي على بالك لكن السؤال هنا ايه اللي موقف البيت الابيض لحد دلوقتي وسؤال تاني برضو يوجه للكونجرس وايه اللي موقف الكونجرس من انه يمارسه ضغطا له الحق فيه ده اولا ولديه القدرة على انه يعمله بانه يضغط على البيت الابيض علشان يوقف الضرب على الفلسطينيين وبشكل فوري يعني ان اراد الكونجرس ان يفعل ذلك فسوف يفعل وبالتالي البيت الابيض هيمتثل لهذا الضغط لانه لا يملك الا الامتسال ليه في الحالة دي لو حصل ضغط حقيقي مش غزار مش شوية تصريحات مش بعض التغيرات على مستوى الرأي داخل الكونجرس انا بتكلم على قرار قرار ضغط فهيقدروا يوقفوا الضرب على الفلسطينيين طب ده ما حصلش وبعدين تقعد تسأل يقولك ما هو موقف اوروبا مختلف صح موقف اوروبا مختلف افضل لكن هل هو موقف رائع عظيم كويس الحقيقة بردو لا افضل هنا مجرد المفضلة انه افضل من الموقف الامريكي افضل من الموقف الامريكي بس السؤال هو مش الاوروبيين يقدروا ياخدوا قرار ان ارادوا بردو يقدروا ياخدوا قرار بتوقيع مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الكيان الصهيوني المحتل باعتبار ان هذا الكيان وجيشه جيشه جيشه الرسمي جيشه النظامي اللي بيسموه جيش الدفاع بوزراءه طول الوقت بيهددوا بالضرب النووي وده بيقول هنعمل كذا وده بقول هنهجر وده هنقتل وده هنسوي بالارض الى اخير وده تصرحاتهم العلنية الواضحة المباشرة وبالتالي يقدر الاتحاد الاوروبي انه يوقع مجموعة من العقوبات الاقتصادية على هذا الكيان اللي بينتهك اي شكل من اشكال الحق الانساني اي شكل ما حملش حاجة طب الاوروبيين والامريكان قاعدين بيتفرجوا على ضرب المدارس ضرب مؤسسات تابعة للامم المتحدة ضرب للمستشفيات يا راجل الضحك وصل لاعلى مدى لما الصهينا دخلوا على مستشفى الشفا وضربوا طبعا وحصروا واقتحموا وعملوا اللي ما يعمل وبزريعة ان مستشفى الشفا دي معسكر للمقاومة الفلسطينية المسلحة وبعدين ما فيش حاجة وبعد شوية لا احنا لقينا السلاح وقاعدين بيعرضوا CNN CNN لسان حال الحزب الديمقراطي او احد السنة حال الحزب الديمقراطي CNN لا تخفي انتماءها للحزب الديمقراطي وتوجهها CBS على نفس الشكلة على نفس الشكلة ABC نفس القصة زي ما فوكس بتقول لكم الله احنا لسان حال الحزب الجمهوري هناك ناس شديدة الوضوح وبتقول ده جميل فيطلعوا في CNN والقنوات اللي هي السنة حال الحزب الديمقراطي تتريأ على مشاهد الصهينة في عرض السلاح يتريأوا يسخروا بمرارة الله طب ده كويس يعني انتم عارفين ان هم كذبين ان هم بيلفقوا شيء ما ان هم ولما جم لفقوا لفقوا بعبط ولا احد يتحرك طيب تعالى ناخد كل ده زي ما هو كده ونروح حطينه على جنب مش بعيد على جنب ونبص على من يوم 7 اكتوبر لحد هذه اللحظة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يحذر طول الوقت من ايه طيب بقطعا وبطبيعة الحال يحذر من تفاقم الازمة انسانيا داخل القطاع وفي فلسطين بشكل عام وبالتالي مصر شلت على عاتقها وده الواقع شلت على عاتقها المساعدات الانسانية من الاخر كده يعني اللي داخل فوق 85% من عندنا في مصر وانا قلت لك الكلام ده من بدري بس هو ده الواقع وده معنا عمليا ان ما فيش حد بيساعد قطاع غزة غيرنا من الاخر كده لانه الباقي وكأنه درر اللي الرماد في العيون بصوا احنا بنساعده طيب حذر من ايه تاني الرئيس حذر وبشدة من اتساع رقعة الصراع وانه هذا الصراع ان اتسعت رقعته هتتفاقم الامور وهتوصل الى حد محدش هيعرف يتحكم فيه حتى انه لو كنت تتذكر الرئيس في القمة الاسلامية العربية او القمة العربية الاسلامية اللي اقيمت في الرياض جزء من كلمته كانت على انه الكل يتحلى باعل درجات ضبط النفس ولكن خد بالك ده معنى كلام الرئيس لانه طبعا مش متذكر الجمل نصيا ده مش معنى ان الامور هتستمر كده لانه بعد شوية الامور هتذهب الى حيز الانفلات اهو حصل